يا جيش كل المغواري نجم من نصر الله حيا بداع ونصر كم نشتاقله النصر دم ونصر مح فيها مشهار مع جيش جعازي و ين 옷 قصف الفائله يا جيش كل المغواري مع من نصر الله حيا بداع ونصر كم نشتاقله والنصر دم والنصر ما فيها مزاح والجيش عازم والنفس متفائلة والجيش عازم والنفس متفائلة تعزي عرض العزي نفهم بالقراح تعلم الدادي وصول المرجلة عندنا علينا يا وطنة اشتباه ولا نسيبك فوضي ليلة زوملة قال علينا يا يمن من دمباح لو تطلب الراس يا وطنة استاهلات الله واثبر جيش عاد بكل ساعة عازم على التحرير الاخر مرحلة عازم على التحرير الاخر مرحلة أقسم برب الجول من أجر الرياح من يقبل الباطل ولا يتحمله احنا جنود الحق فرسنا الفلاح والباغي الغداري ما ننصاع له الجيش بالجبهة ما يوم استراح ما يقبل الفصح عبد المقيلة نتاعنا عن الوطن فهر وشاء لا بد ما يفهمني هذه المسألة لا بد ما يفهمني هذه المسألة قال علينا يا يمن من دمباح لو تطلب الراس يا وطنة استاهلات الله واثبر جيش عاد بكل ساعة عازم على التحرير الاخر مرحلة عازم على التحرير الاخر مرحلة يعني ان نقص لله ما بيها برح هذه رسالة للأكيد المجملة في طول رجال الجيش نحو الابتياح كسر الحصر هو معركتنا الأولى وذلك لك خاص الريح الخزيطة انه نحن المصر بانستقبلة هذا شعار الفرية وهنا الكبار اد ما وجدنا الشر بانستاصلة اد ما وجدنا الشر بانستاصلة وان علينا يا يمن من دمباح لو تطلب الراس يا وطنة استاهلات الله واثبر جيش عاد بكل ساعة عازم على التحرير الاخر مرحلة عازم على التحرير الاخر مرحلة الموت للباغ ورا نقشى السلاح من جاءنا بالموت بانع ضيلة عدا الامام من زمن واللاوراء لا للامام رجعه ولا للصوم له لا للامام رجعه ولا للصوم له تعز ارضا العز ماهل الرباح تعز بلاد الفقر عزا طبيلة هذا كلام الحر مرحلة لكل من يسمع كلامي عقلة لكل من يسمع كلامي عقلة قال علينا يا يمن من دمباح لو تطلب الراس يا وطنة استاهلات الله واثبر جيش عاد بكل ساعة عزم على التحرير الاخر مرحلة عزم على التحرير الاخر مرحلة اشتركوا في القناة